بعت سيارة ولا أعلم بعطلها واتفقنا أنها حديد في حديد ثم ظهر بها عيب فهل له أرجعها الصواب أنه لا يجوز بيع السلعة على البراءة من العيب من عيب يعلمه البائع أما إذا كنت لا تعلم قلت أنا لا أعلم عيما في هذه السيارة لكني أبيعها كما هي خذ حديد في حديد إن ظهر بها عيب لا ترد لي هذه الصورة مقبولة أما إذا كنت تعلم عيبا وتكتمه فهذا الذي لا يصلح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما فيا أيها الباء إن كنت لا تعلم بعطلها واتفقت كما تقول على أن حديد في حديد حديد في حديد يعني البراءة من العيب أنك لست مسؤون عن العيب فلا أظن أن له حقا في إرجاعها إذا ضخر له عيب إلا إذا ادعى أنك كنت تعلم العيب ولكنك كتمته وأخفيته سيكون النزاع في هذه النقطة في هذه الحالة بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر